منذ بدء الخليقة موجود هو موجود بنسب متفوتة في المجتمعات يعني كل ما ارتقل المجتمع على المستوى الثقافي والاجتماعي كل ما قل التنمر كل ما المجتمع كان أقل ثقافة وعدلا زي ما بيقولوا كل ما زاد التنمر فهي القضية مش قضية التنمر على طفلة فقط لغير إنما القضية كلها متمسكة وحدة وحدة التنمر هو عبارة عن عدوانية موجودة على المستوى اللفظي وعلى المستوى الجسدي وعلى المستوى المعنوبة اللي هو ده اللي أخطر بكتير عندنا في المدرسة اللي هنا بنركز عليها شوية عشان لأطفال دولت في السن التكوين الشخصية بتاعتهم في المراحل الأولى الكيدي في المراحل الأولى بالضبط اللي هي بتتكون الشخصية بتاعته يعني زي تكون الشخصية بتاعت الطفل بداتا من الولادة لغاية ما يدخل المدرسة بنلاقي أولا زيادة عدد التلامزة في الفصل برضو ده بيبقى سبب من أسباب التنمر أو كسافة العددية للفصل بالضبط الكسافة العددية لما يبقى فيه 40 طالب في الفصل فلازم هيحتاجه بعض يعني هنا هنقول في المدارس المتوسطة هنقول 40 شو ما حدش يزعل مننا بس فهنلاقي فيه نوع من العدونية ما بين التلامزة مع بعض بس فيه ناس فيه أطفال حظوهم أقل شوية هتلاقي ده تبقى لشخصيته بعض فيه شخصية طفل ضعيفة شوية شخصية طفل اتربى ما يعرفش إزاي يدفع عن نفسه شخصية طفل كمان اتربى بطريقة إنه ما عليش عفوا يعني أقول لأي حد يضربك أو يزيك الله يسمحك كل الحاجات دي ما بتوصلش للطفل زي مفهوم الكبار لا اضرب اللي بيدربك هو المفروض مش هنقول اضرب إنما بنقول ما تجيش تشتكي وإزاي تدفع عن نفسك ونتفرج عليه أحيانا الأم والأب بيلغوا شخصية الطفل شوية في هذا الموضوع فبيجوا ياخد هو دور المدافع الأول عن الطفل وبالتالي شخصيته مش عارفة تتكون ومش عارف يدفع عن نفسه فكل ما بتحصل مشكلة في المدرسة ممكن طفل يقول له كلمة بدون قصد فيروح البيت يقول هذه الكلمة فالأم تتناولها وتروح المدرسة عشان تاخد له حقه فالطفل بالذلك بيرمي الكورة في ملعب الأم فهو بيع في نفسه من حاجات كتير جدا أنا أدخل ليه في معركة مع أصحابي أو في مشاركة مع أصحابي ففي أم بتاخد حق أهلية وبالتالي شخصيته بتتلغي بالتدريج المصيبة بقى لما بيكبر لما بيكبر ويحتك بالمجتمع الأكبر شوية بتلاقيه شخصية انطوائية شخصية ما عندوش مقدرة على المواكهة شخصية بدل ما ياخد حقه مباشرة يقدر ياخده بطرق ملتوية وبنشوف بقى تكوين الشخصيات المرضية اللي بتظهر في هذا السن عشان كده التنمر مهاش قضية فردية التنمر دلوقتي قضية عامة مجتمعية يعني شغلة رأيي العام جدا بالضبط